مجموعة من المصلين بالبيرين الجلفة يقولوا نطلب من فضيلة الشيخ يجاوبنا حول إقامة الصف الأخير في صلاة الجماعة هل يبدأ الصف من اليمين أم من الوسط ابدأه من حيث شئت ليس هناك نص في الشريعة ابدأه من حيث شئت وين يوصل المصلي باش الإمام ما يركاش يبدأ الصف من حيث اللول ليجى اللول ابدأه على الياساء نروح نتبعه ابدأه في الوسط نروح نتبعه ابدأه على اليمين نروح نتبعه لأن المصلي يحاولوا تفهمه المصلي كي يوصل ويصيب الإمام كبّر لتكبيرة الإحرام الواجب عليه أن يكبّر مع الإمام ما يبقاش يحوّس ويني حتى روحه هذه اللحظة اللي هو ويمشي باش يجيب اليامين هذه اللحظة راهي اهي إثم حرام عليه واجب يكبّر مع الإمام يكبّر ويدخل المسبوق قبلية الإمام معه وبعدين قضى بعد السلام الفايدة أن المسبوق يدخل مع الإمام اكوصلت صبت الإمام كبّر خلاص اوقف اكبّر فهمتني ما تبقاش تحوّس وش من الجيها نعم هذا ام داين فتنة ما شير عندكم في الجلفة اي فتنة في هذه المسألة اشتركوا في القناة